الحكومة الإيرانية تزيد من وطيرة لقاءتها مع القيادة الحوتية في ظل الجمود الراهن الذي يشهده مسار جهود تسوية الأزمة والحرب في اليمن يوازيه جمود في الحركة التي نشأت عبر قناة اتصال سرية بين الرياض والحوتين ففي طهران التقى وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إبراهيم الديلمي المعين من الحوتين كسفير رغم أن الحكومة اليمنية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على خلفية تدخل هذه الأخيرة في اليمن ومساندتها للانقلاب الذي نفذه الحوثيون وحزب صالح ضد حكومة التوافق الوطني في سبتمبر أيلول 2014 في هذا اللقاء أشهد وزير الدفاع الإيراني بالقدرات العسكرية التي وصلت إليها جماعة الحوثي في اليمن بعدما زعم أنه تطوير من جانب الجماعة لأسلحتها بشكل محلي وعلى نحو يعتس إصرار طهران على صرف الأنظار عن دعمها العسكري المباشر الذي تقدمه للجماعة الإنقلابية في صنعاء وفي مسقط التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف الناطق باسم جماعة الحوثي ورئيس فريقها المفاوض محمد عبد السلام وناقش معه آخر التطورات في اليمن والمنطقة اللاكت في هذا اللقاء أنه بحث بحسب وسائل إعلامية إيرانية مبادرة هرمز للسلام بين دول المنطقة وعلى نحو يؤكد استمرار إيران في التعاطي مع الحوثيين كذولة ذات دور في التصور الإيراني للأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار المنشود على الرغم من تأكيدات ظريف دعم بلاده للحل السياسي في اليمن شريطة أن يترك لليمنيين تحديد مستقبل بلادهم وثقا لما نقل عن وزير الخارجية الإيراني لقاء الوزير ظريف مسؤولا في جماعة الحوثي يتواجد في مسقط لا ينفصل عن أجندة زيارته التي تندرج الحرب اليمنية في إطارها خصوصا أن وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علي بن عبد الله كان قد أجرى أوائل هذا الشهر في طهران محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس روحاني تناولت الجهود لتسوية الأزمة اليمنية وكشف إثرها عن وجود مؤشرات تبعث على الأمل بشأن الأزمة اليمنية لقاءات المسؤولين الإيرانيين مع قيادات حوثية تكشف في جانب منها عن المأزق الإقليمي الذي تبدو فيه اليمن مجرد ورقة بأيد اللاعبين الإقليميين تستخدم في تحسين شروطهم التفاوضية في حين يفترض أن مصير الأزمة والحرب في هذا البلد رهن بإرادة حكومته التي وضعت كل البيض في سنة التحالف